ضاقت فلما استحكمت حلقاتها وضيفت إليها حلقات أخرى هكذا يكون البيت الشعري أكثر قربا إذا تم إسقاطه على واقع المغترب اليمني في السعودية لا تكاد الحكومة السعودية تفرغ من إجراءات بحق البقيمين في المملكة حتى تبدأ إجراءات أخرى تضيق الخناق عليهم حملات وإجراءات عدة فرضتها حكومة المملكة العربية السعودية على الوافدين ابتداء من سعودة الأعمال وانتقالا إلى فرض رسوم على مرافقي المقيمين وانتهاء بشن حملة وطن بلا مخالف التي تهدف إلى ترحيل أكبر قدر ممكن من العمالة الوافدة شملت الحملة التي حددتها وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق كل من لا يحمل وثيقة إقامة تثبت هويته أو كل من يحمل وثيقة ولكنه مخالف لنظام الإقامة والعمل كما تستهدف الحملة كل من دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبورة ولم يغادر بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيرته إضافة إلى كل وافد خالف التعليمات بالحج دون تصريح أربعة أشهر كانت مدة المهلة التي حددتها الحملة حتى يقوم كل من تنطبق عليهم الشروط بتسليم أنفسهم ومن لم يفعل ذلك بعد انتهاء المهلة التي كان موعد انتهائها قبل أيام فإن عقوبات صارمة بانتظاره تتمثل بالترحيل ودفع غرامة 15 ألف ريال سعودي وتتضاعف المبالغ بتأخر تسليم الشخص نفسه لتصل إلى 50 ألف ريال سعودي للمخالف و100 ألف لمتسلل إضافة إلى السجن لستة أشهر وطن بلا مخالف حملة صيغتها مولفة بالقانونية لكنها مفرقة من الإنسانية خصوصا أن الوافدين اليمنيين الذين سيتضررون منها بشكل مباشر يمرون بظروف صعبة فرضتها الحرب التي تشهدها البلاد وتعتبر المملكة جزءا منها اشتركوا في القناة